الربحة عن طريق كتب عملة الكريبتو النهاردة حلقة مميزة جدا لأنها تتكلم عن عملة عالمية مشهورة جدا الناس كلها تبحث عنها أكثر من نصف مليار شخص بيبتدوا أن هم يدولوا عن الكريبتو وإزاي يستخدموها والبحث عنها شائع جدا وقوي جدا فحلقة النهاردة هنلكز عن الكتب الإلكترونية التعليمية الخاصة بالكريبتو وإزاي أن احنا نربح من خلالها عن طريق بعض التريكات الهمة جدا وإزاي نقدم نحقق من المبيع الواحدة بس سبعمية وعشرة دولار زي ما أنت شايف سبعمية وعشرة دولار حلقة النهاردة ممتازة جدا ومميزة جدا كل اللي عاوزوا منك شوية تركيز الصغيرين جدا وجوباية الشاي الجميلة بتاعتك ويلا بينا نبدأ على طول تمام شباب قبل ما نبدأ الحلقة بس عاوز أوضح أن فيه مسابقة أسبوعية مطروحة حاليا عشان تكون مشترك في المسابقة اللي قمتها مية دولار هتقدم عشر أشخاص إن شاء الله إنك تعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة وتفايل زر الجرس وإنك تجاوب على سؤال الحلقة اللي ببتدي أطراحه بشكل عشوائي كل اللي عليك إنك تجاوب السؤال ده في الطريقات التحف عشان تكون مؤهل للفوز طبعا إنك تكون شايف الحلقة من أولها لأخيرها ده شيء أساسي جدا عشان ما نطولش عليك يلا بينا نخش في المضمون تمام شباب أول خطوة معنا في حلقة النهاردة إنك هتروح على شات جي بيتي أو جوجل برد لو شات جي بيتي مش متاح عندك تروح على جوجل برد عادي وتعمل نفس الخطوة اللي أنا بعملها على شات جي بيتي دلوقتي قلت له اكتب لي كتاب قصير عن الكريبتو كارنسي أو عملة الكريبتو وإزاي الناس تبتدي أنها تحقق أرباح من خلاله دوته هيكون عبارة عن كتاب صغير جدا عبارة عن ثلاث صفحات صفحتين إحنا بس هيكون دية خطوة أو سلمة هتوصلنا للطريقة اللي بعد منها عشان نقدر نحقق الأرباح بتاعتنا وده أنت هتشوفه معي دلوقتي فدلوقتي هدوس ابدأ الكتابة لي عشان يبتدي أن هو يكتب لي كتاب قصير لعلاقة بالكريبتو تمام هيبتدي أن هو يكتبه لي بالشكل ده هيخلص وارجع لحضراتكم مرة تانية تمام شباب زي ما حالكم شايفين يبتدي أن هو كتب لي عنوان للكتاب داني مقدمة للكتاب وداني شابترز بسيطة جدا بتفاصيل في كل شابتر ده اللي انا عاوز ومش عاوز اكتر من كده كده احنا جاهزين ان احنا نروح لبعض الخطوات عشان يبتدي ربح من حلقة النهاردة تمام شباب الخطوة اللي بعد كده ان احنا رحنا على موقع كنفا موقع كنفا هو موقع مجاني تسجيل عليه مجاني جدا جدا مفهوش اي مشاكل بعد ما بتخش على موقع كنفا بتبقى دي الصفحة الرئيسية عاوز منك ان انت تروح تختار البوك كوفر ده وتودوس عليه بالشكل ده تمام شباب بعد ما فتح لي البوك كوفر بالشكل ده بعد كده رحنا على موقع اسمو بيكسلز كتبت فوق في السيرش كده او في البحث الكريبتو كارنسيات ليه بيجيب لك صور مجانية جدا ينفع ان انت تستخدمها مفيش اي مشاكل تقدر ان انت تختار الصورة بتاعجبك على سبيل المثال الصورة دي وتعمل ده واللود عادي جدا وتنزلها عندك على الجهاز من غير اي مشكلة طيب دي كده هتبقى الخلفية مثلا بتاعة الكتاب عفوا هنفضل هنفضل مسكنها كده لحد ما تلاقيها ايه بص لو حطيتها كده هتتحاطل احاول ان هي تفرش على الكتاب بتاعك بالشكل ده طيب اللي هعمله بعد كده هبتدي ان انا احط عنوان للكتاب العنوان بتاعة فين ان انا كتبته في شات جي بي تي هبتدي ان انا اطلع كده اخد العنوان بتاعة بالشكل ده كمين وارجع تاني احطه هنا هزبط الكلام ده وارجع لك على طول شباب انا كده جهزت غلافك الكتاب بالعنوان بتاعة وانزلت تحت عمالة الخلفية سودة كتبتها بشكل الزهبي كده لان احنا برضو بنحاول الكتاب بتاعنا يبقى شكله قيم كده اه نفس الكلام عملت اربع صفحات خدت الكلام ده من الشجي بي تي هو اللي كتب لي الشابترز وكل حاجة كل انا عملته هنا خدت الشابترز دي وحطيتها في صفحة صفحة من الكتاب بتاعي انا احنا بنعمل الكلام ده كله على ما فيش اي مشكلة وهنشوف في الخطوات الجاية ازاي ندر ان نحقق من المبيعة واحدة فوق السبعمائة دولار على المبيعة الواحدة فركز معي الموضوع من ابسط ما يكون احنا كل دوت عملنا خطوة تاني خطوة هي خطوة اللي احنا عملنا به الكتاب هعمل بعد كده بعد كده هعمل وانزله بدي اف ستندرد هادي جدا اللي هما الاربع صفحات طبعا اصدقائي لو جنا فتحنا الكتاب بتاعنا بالشكل ده هيفتح معنا اهو ادي الغلاف بتاع الكتاب هيكون كده وادي الكلام بتاع الكتاب احنا زي ما اتفعلنا احنا عاملين كتاب قصير جدا ثلاث صفحات اربع صفحات فقط يجذب العميل او الزبون اللي مهتم بموضوع الكريبتو تمام تمام طيب الخطوة اللي بعد كده من احنا هنروح ننفع الكتاب ده على موقع اسمه سجدة الموقع دوت بيساعدك انك بتعمل تعديلات واضافات على البيدي اف بتاعك كل اللي عليك انك تدوس على وبعد كده ترفع الملف اللي انت عاوزه بالشكل ده هنرفع الملف بتاعنا كده وهنبتد نعمل التركية اللي من خلالها هنقدر ان شاء الله انها اربحنا عشان نعمل التركية بتاعتنا في الكتاب بتاعنا كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نروح على موقع اسمه دي جي ستور 24 التسجيل على الموقع ده من اسهل ما يكون ومن ابسط ما يكون ولكن الربح عليه اقوى موقع ممكن تربح عليه عن طريق التسويب العمولة هو دي جي ستور 24 ليه لانه بس مش بيوفر منتجات وبيوفر خدمات ينفع ان انت تسوقها في نفس الوقت الموقع ده انا شغل عليه من القديم الازل يا جماعة الموقع ده قديم جدا جدا وكانت بدايتي عليه من ايام يمكن الجامعة فلا انا شغل عليه من زمن وموقع قوي جدا جدا يمكن انا شرحت كزا مال عليه وستراتيجياتك لكلها فعالة والناس فعلا ابتدت تشتغل وتحقق من عليها كتير جدا فدي جي ستور موقع موصوق تقدر تشتغل عليه وانت مخمض عنك كل اللي هنعمله ان احنا هنروح من فوق كده على الماركت بلس ونندوس عليها جميل تمام بعد كده هتلاقي من على الشمال قايمة بكل المنتجات والخدمات اللي انت ممكن تسوق لها مهما كانت طبعتها كل اللي هنعمله في حالة النهاردة ان احنا نروح على يعني دي الخدمات او المنتجات اللي لها علاقة بالامور المالية طيب عاوزك تنزل تحت وتروح على صفحة رقم اتنين جميل هتنزل هنلاقي الخدمة بتاعة الخدمة دي اي حد بيبتد ان هو يشترك فيها او يشتريها بتبتد ان انت تاخد على المبيعة الواحدة سبعمية وعشرة دولار واحد وتسعين سنت كل اللي انت محتاجه هي مبيعة واحدة فقط الخدمة دي لها تقييم خمس اكتر من خمسين تقييم على الخدمة دي لها اكتر من تمنمائة وخمسين الف متابعة على الانستجرام عليها اكتر من تسعة عشر الف مشترك على اليوتيوب بتقدر ان انت تتأكل بنفسك من الخدمة دي الخدمة دي لها علاقة بتدريس او تعليم الناس ازاي ان هما يبتدوا يرباحوا من خلال وازاي ان هما يعملوا فلوس من خلالها فعشان تسوق حاجة زي كده كل اللي عليك انك بتيكي من علي منك ودوس هيبتد ان هو يديك اللي انت هتسوق به فبتبتد ان انت تاخده كده ده ودوس طريق هيديك ان انت عملت له نسخ عادي جدا انت كده معاك طيب انا هعمل ايه باللينك دوت كل اللي علي برضو ان انا هلجع على موقع سجدة هنا بقى التركية اللي انا بقول لك عليها كل اللي هنعملوا ان احنا عاوزين نضيف آآ يعني اللينك دوت فيه الكتاب بتاعنا من جو عشان اي حد يخش يغلق الكتاب هو كتاب قصية تلت صفحات هيبتد ان هو يدوس على اللينك بتاعنا فهيبتد يوديه على المنتج ده او الخدمة ده يعني على سبيل المسال انا لسه واخد اللينك بتاع المنتج ده لو فتحته كده في كتابة جديدة هيبتد يوديه للخدمة عشان يبتد ان هو يشتريها او يشترك فيها مجرد ان هو اشتراها او اشترك اه اشترك فيها هتبتد ان انت تاخد السبعمية وعشرة دولار فاحنا عاوزين اللي يقرأ كتاب بتاعنا يبقى من داخل الكتاب في لينك يدوس عليه ويوديه على طول على الافليات لينك بتاعنا طيب هعمل ده ازاي ده اللي هنشوفه حالا كل اللي عليك انك تدوس على كلمة لينك اسمن فوق وتبتد ان انت تعمل مربع كبير بالشكل ده على العنوان دي حاجة مهمة جدا لازم تعملها هنشيل ايدنا هتبتد ان انت تضيف اللينك اللي انت خدته بتاعت لينك البروموت دوت هنضيفه كده ناخده ونحطه في الخانة دي تمام؟ بعد كده كده اي حد هيدوس على العنوان ده وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي لما نعمل الكتاب هيبتد ان هو يوديه مباشرة للصفحة بتاعت التسويق بتاعتنا او الخدمة بتاعتنا اللي لو الشخص ده اشتراها او اشترك فيها انت بتاخد سبع مية وعشرة دولار طيب انت دلوقتي زي ما قلنا دوسنا على العنوان بشكل كدير كده بتأكد ان المربع مغطي الى العنوان كله هتدوس جميل جدا هيتبتد ان هو يعمل هتبتد ان انت بعد كده هتنزل الكتاب عادي جدا وهنشوف مع بعض الدنيا ماشية ازاي نفتح الكتاب بالشكل ده بص بقى لما تيجي تنزل على العنوان بص بص هو كده الساهم عادي بص او لما هتنزل على العنوان هتليه تحول لينك ينفع ان انت تدوس عليه وده اللي هيمر بيه برضو القارئ اللي بقرأ الكتاب ده لو دوسنا عليه بالشكل ده هيبتدي يوديك على طول على الصفحة بتاعة التسويق بالعمول اي حد هيشترك كده على طول مباشرة انت سبعمية وعشرة دولار بقوا في حسابك طيب انت بتسحب ارباحك الزامن على لو روحنا على ديجي ستور بالشكل ده كده وطلعنا فوق على خانة الاكاونت ودوسنا عليها هتدوس على بيه اوة اكاونت هتنزل تحت كده هتلاقي ان خدمات الدفع اللي في الموقع ده هي بيبر والتحويل البنكي ينفع تستفيد من الخطوطين دول بتسجل حسابك وبتبتدي ان انت تقول له ان عاوز اخد حسابي عن طريق الدولار او بعملة الدولار بعد كده بتنزل بتحت وتعمل عادي جدا مجرد ان انت بتحقق اي مبيعة بتبتدي انت تاخدها من يوم سبعة في الشهر او يوم اربعتاشر او يوم واحد وعشرين او يوم تمانية وعشرين في الشهر على حسب الفلوس ان انت حقتها يعني لو انت محقق خمسين دولار بس على سبيل المثال بتبتدي تاخدها يوم سبعة اه في الشهر او تسحبها في يوم سبعة في الشهر بشكل اوتوماتيك بتتحول لك ده بيتم ازاي عن طريق تحديدك للحتة اللي فوق ديت ممكن تختار ان التحويل يتم عن طريق اي يوم من الايام دي او ان انت عاوزه دايما يبقى سابت سبعة في الشهر بس ديت في حالة الخمسين دولار فقط ممكن تخليها سبعة ويوم واحد وعشرين لو هي اكتر من متين دولار بعد كده بتنزل بتدوس طيب نايز دلوقتي الجزئية الخاصة ازاي بقى ان احنا ننشر الكتاب بتاعنا عشان القارق يقرأ وفي نفس الوقت يدوس على اللينك ويبتدي ان هو يجي على صفحة التسويب العمولة بتاعتي وابتدي ان انا ارباح ده اللي هنشوفه مع بعض برضو دلوقتي حالا ولكن قبل ما ابدأ ده وقت سؤال الحلقة كل اللي عليك نكتجه بالسؤال ده في التعليقات تحت تساش تعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة تابع زر الجرس عشان تكون مؤهل الفوز بالجائزة بتاتنا ان كميتها ميد دولار هتقدم لعشر اشخاص ان شاء الله الجمعة القادمة المسابقة سريع على كل الفيديوهات خلال الاسبوع ده لحد يوم الجمعة القادمة ده بس للتسكير سؤال الحلقة بيقول ما هو اول جامع تم بنائه في مصر ما هو اول جامع تم بنائه في مصر كل اللي عليك ان هتجاوب السؤال ده في التعليقات بتاعتا اشان تكون مؤهل للفوز بالجائزة بتاعت القناة كمان ما تنساش انك تعمل آآ متابعة ده صفحتنا على الفيسبوك وكمان اشتراك في القناة بتاعتنا على التليجراب بيبتدي ينزل عليهم كل ما هو جديد بالتوازي مع اليوتيوب بقرة المرة تانية ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يتم نشره آآ بشكل واسع جدا على اليوتيوب ويبتدي يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا يلا بينا نكمل طيب دلوقتي لازم يكون في موقع نرفع عليه الكتاب بتاعنا عشان نسمح للزائرين او الناس المهتمة بالموضوع الكريبتو انهم ينزلوا الكتاب وبالتالي يتدعوا يدوسوا على اللينك اللي هو الكتاب عشان يبتدي انحاء اربحنا هنيجي على موقع اسمه هسيب لك لينكات الشرح بتاع آآ حلقة النهاردة في الصندوق الوصف في التعليق المسابعة ما تشيرش اهم خالص كمان احنا شرحنا ازاي تربح من نفسه لان كل الف تنزيلة بتتم على الموقع ده انت بتبتدي تاخد عليها سبعة دولار او تمانية دولار تقدر تراقي الفيديوهات دي على القناة مشروحها جدا ازاي تربح عن طريق رافع الملفات هتلاقي شراحات كتيرة عن ان المهم هتبتدي تدوس على الخيانة دي وتبتدي ان انت ترفع Bears بالشكل ده وتقول لهlerini متدا بتلاقي ان الملف بيحمل معك بالشكل ده او لما بيخلص هتبتدي ان انت تدوس على اللينك ده او العلامة او اسم الكتاب بالشكل ده وهتاخد اللينك بتاع الكتاب بتاعك بالشكل ده قابي ليه بناخده قابي لان ان ده هستفيد بيه بعد كده في التسويق له الكتاب بتاعنا وان ازاي يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ونبتد ان احنا نحقق أرباح من خلاله. طيب شباب عشان نبتد ان احنا نعمل ماركتنج لكتاب بتاعنا اللي جوه منه لينك التسويق بالعمولة بتاعتنا. كل اللي عانيه دلوقتي ان احنا ننشر ده او الكتاب بتاعنا فيه بنترست. بنترست يعتبر محرك بحث اكتر منه موقع تقدر تعمل عليه منشورة. طيب كل اللي عليك انك تسجل على الموقع ده بشكل مجاني تماما. اول لما هتسجد تأكد ان الحساب بتاعك يكون حساب بزنس. بعد كده بتدوس على بتظهر قدامك الصفحة دي. كل اللي عليك دلوقتي انك ترفع غلاب الكتاب بالشكل ده. بعد كده بتحط عنوان الكتاب او مقدمة بالكتاب ده كله انا جيبته من شات جي بي تي. انا اصلا طالب منه اداني هو عنوان الكتاب. ده اللي انا خدته وحطيته في بنترست. بعد كده حطيت لينك ميجا فور ابلود. وده اللينك اللي احنا من خلال ميجا فور ابلود اي حد هيستخدمه عشان ينزل الكتاب بتاعنا اللي جوه منه لينك التسويق بالعمولة زي ما اتفانى ولا اي حد هيتوس عليه بالشكل ده. ويبتد ان هو يشتري الخدمة ديت او ان هو يشترك فيها هتبتد ان انت تاخد سبا مية وعشرة دولار للمبيع الوحدة. كمان ما تنساش ان على كل الف تنزيل على ميجا فور ابلود هتاخد تمانية دولار. فدي كده عصفرين بحجر واحد ولكن احنا تركزنا ازاي نربح من التسويق بالعمولة. تمام بتيجي تحت تامن البورد بتاعك تختار تنشئ بورد خاص بالكتب الالكترونية. مثلا بعد كده الكلمات المفتاحية انا كتبت الكريبتو كارنسي والماني والايبوك بعد كده ه تدوس بابلش. الحاجة التالية اللي ممكن تسوق بها هي تويتر. تويتر كتبت برضو عنوان مقدمة للكتاب. بعد كده قلت للناس دولار بوك فور فري وحطت لهم لينك الميجا فور ابلود عشان ينزلوا الكتاب. وحطيت برضو غلاف الكتاب بالشكل اللي انت شايفه ده. وكتبت هاشتاج لو انت معدكش متابعين او حاجة على تويتر. الهاشتاج بيبقى كافي جدا ان اي حد بيبحث الموضوع ده يقدر يوصل لك. بعد كده بتدوس بوست عادي جدا. الحاجة التالتة انك م تروح على الجروبس بتاع الفيسبوك وتكتب فوق كده كريبتو. هيبتدي يوديك على كل الجروبس المهتمة بالموضوع ده زي ما انت شايف. الاعداد المشتركة في الجروبس دي كتيرة جدا عندك قرب نص مليون هنا تلتمية وتسعتاش الالف ربعمية وعشرة الف ستة الاف ربعمية سبعة وعبين الف مية وستين الف. كل اللي عليك انك تعمل جاين لكل الجروبس دي. وتبتدي ان انت تنشر الكتاب بتاعك واي حد ينزل الكتاب ده ويهتم به. هيبتدي ان هو عن طريق اللينك اللي جوه زي ما اتفقنا اللينك ده. اي حد هيدوس عليها يبتدي ان هو يروح للصفحة وان شاء الله تحقق مبيعات محترمة جدا. ايه الحقيقة عشان اكون صريح معاك التجربة بتاعتي بالنظام ده هي جديدة ولكن ها اول باول هبتدي اقول لحضراتكو على النتائج اللي تمت انا طبعا شغال باستراتيجيات تانية كتير على ديجي ستور وحققت من عليه ارباح كتير قبل كده ولكن اه فكرة الكريبتو هي جديدة معايا النهاردة وان شاء الله هو فيكم بكل جديد يخص الاستراتيجية دي. بكده اكون وصلت لنهاية الحلقة لو في اي حاجة حضرتك مش فهمها في اي حاجة متوقفة معاك تقدر تسيباني في طريقات تحق وانا تحت قابلك بتنساش تعمل لايك للحلقة لو عجبتك اشتراك في القناة تفعيل زي الجرس وانك تجاب على سؤال الحلقة عشان تكون مؤهل الفوز بالجائزة بتاعت المسابعة بتاعتنا اللي قميتها مية دولار مقدمة لعشر اشخاص ان شاء الله. بتنساش تتفرج على هام 4 فيديوهات زهرية قدامك هشاشة دلوقتي مهمين جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو ج جديد من فكرة تانية في القريب العاجل. الى اللقاء.